دخلت العراق على خط الصراع الخريجي الجديد مع اعلان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اول امس بان السعودية وقطر تسعيان لزعزعة الاوضاع في العراق من خلال دعم الجماعات الارهابية وخص المالكي في حوار مع فرانس 24 وجومه على السعودية التي قال بانها باتت ترعى الارهاب في المنطقة والعالم بماذا تتهم هذين البلدين بالتحديد؟ المحفيز لهذه المنظمات الارهابية بدعمها سياسيا واعلاميا بدعمها السخي ماليا بشراء الاسلحة لحساب هذه المنظمات الارهابية وبالحرب المعلنة من قبلهم على النظام السياسي في العراق وإيواءهم لزعماء الارهاب والقاعدة والطائفيين والتكفيريين ويوم امس نشر الاعلام السعودي تصريحا لمسؤول لم يسمه رد فيه على المالكي التصريح السعودي استنكر ما قاله المالكي واعتبر تصريحاته عدوانية وغير مسؤولة يأتي ذلك بعد أيام من انفجار العلاقات القطرية السعودية على خلفية الصراع على مناطق النفوذ في مصر وسوريا وفي هذا السياق استأنفت قطر هجومها على المحور السعودي في الخليج حيث قال وزير الخارجية القطري خالد العطية يوم امس الاثنين بان استقلال السياسة الخارجية لدولة قطر غير قابلة للتفاوض وبحسب وكالة الانباء القطرية قال العطية بان سياسة بلاده ملتزمة بدعم حق الشعوب في تقرير المصير ودعم الديمقراطيات الناشئة التي اعقبت الربيع العربي الا ان متابعين للشأن الخليجي ذهبوا الى ان تصريحات العطية تعاني من الازدواجية وذلك بالاشارة الى موقف قطر غير الاجابي حيال ثورة البحرين ويؤكد هؤلاء ان المسؤولين القطريين لم يتخذوا موقفا معلنا ازاء التدخل السعودي العسكري في البحرين والذي سعى لقمع الثورة الشعبية التي لا تزال تناري بحق تقرير المصير اشتركوا في القناة